موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم مشاهدين الكرام لسعراض أبرز ما جاء في طيات الصحافة المحلية لمملكة البحرين لهذا اليوم الخميس الموافق للعشر من شهر سبتمبر لعام 2020 على الله توكلنا مشاهدنا ونبدأ مع صحيفة الأيام والتي عنونت وزير الداخلية تأمين الملاجئ ومراكز الإيواء للكوارث الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا اللقاح التجربي خامل وأعراضه ارتفاع الحرارة ومع صحيفة أخبار الخليج والتي استهلت في أولى صفحاتها لهذا الصباح 83 بحرينيا يتنافسون لنيل جائزة خليفة للطبيب البحريني الفريق الطبي تجنبوا التجمعات خلال الأسبوعين المقبلين ومن الصفحة الأولى لصحيفة الوطن نقرأ تمديد لجان التحقيق البرنامانية فوق أربعة أشهر غير دستورية مدارس خاصة إلغاء حضور طلبة بعد زيادة حالات فيروس كورونا أما صحيفة البلاد فقد عنونت تطوير ست بوابات أمنية بمنطقة البر الجامعة العربية تدين التدخلات الإيرانية في مملكة البحرين ننتقل إلى أبرز ما جاء في صحيفة الأيام من أخبار حيث نقرأ منها أن الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني أكد خلال اجتماعه بوزيري الأشغال والإسكان أكد على تحديث الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الطوارئ والعمل على وضع الخطط الاستباقية لتأمين الملاجئ الخاصة ومراكز الإيواء وتحديد المواصفات الخاصة بها نشر الصحيفة الأيام أن المقدم طبيب منافل قحطاني استشارية الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري جدد الدعوة للجميع إلى التطوع والمشاركة في التجارب السريرية لإيجاد لقاح آمن وفعال مؤكدا خمول هذا اللقاح ومبينا في الوقت نفسه أن الآراض الجانبية له هي ارتفاع طفيف في درجات الحرارة نطالع من صحيفة الأيام أن أكاديمية الخليج للطيران أعلنت عن إطلاق علامة تجارية فرعية جديدة وهي مسارات خلال تركيز على تقديم برامج أكاديمية وتدربية في مجالات وقطاعات غير متخصصة في قطاع الطيران بما في ذلك النقل البري والملاحة البحرية والإدارة والقيادة والتعليم العالي من صحيفة الوطن نطلع أن استشارية الأمراض المعدية بمجمع السلمانية الطبي الدكتورة جميلة سلمان أكدت أن المسافرين والقادمين من الخارج يشكلون نسبة قليلة من المصابين بفيروس كورونا خلال الأوينة الأخيرة وقالت فيما يختص برفع الطاقة الاستيعابية للعلاج أن أحد عشر ألفا أو إثني عشر ألف فحص لفيروس كورونا يوميا ليست الطاقة القصوى للفحصات لفت الصحيفة الوطن أن أكاديمية الذكاء الاصطناعي التابعة لكلية البحرين التقنية بولوتكنيك البحرين أطلقت الدفعة الأولى من طلبتها حيث تم اختيار 38 مشاركاً من طلبة المدارس والجامعات والباحثين عن العمل والمهنيين وسيتم استخدام منصة التعليم كخدمة لتقديم برنامج تخصصي متكامل يقوم على تعزيز قدرات الابتكار والإبداع في مجال الذكاء الاصطناعي خط الكاتب فيصل الشيخ مقالاً في صحيفة الوطن والذي أتى بعنوان وها هي الموجة الثانية للأسف كنا في البدايات نتحدث عن أرقام تضع البحرين ضمن الدول قليلة الإصابة والانتشار بشان المرضى وارجعنا ذلك لوعي المجتمع والتجاوب الإيجابي مع جهود الحكومة والأجهزة المعنية ومع التوجهات لأن ما يحصل لا يمثل النتيجة المرجوة من عمل فريق البحرين وهو عمل مستمر وجاد ودؤوب وفيه مخاطرة لعناصره بالأخص الكوادر الطبية نعم البحرين سعت لاستعادة الحياة للناس من ناحية فتح بعض المرافق وإعادة الدراسة والعودة للأعمال لكن ما يحصل اليوم من انفلات غير مسؤول ومن سلوكيات غير محسوبة من البعض أمر سيضر بالبقية الملتزمة ويضاعف العباء على الفراق العاملة وبخط قلم الأعلام غازي الغريري نقرأ مقالا في صحيفة الوطن والذي جاء بعنوان من أجل الإنسانية فإلى أبرز محاور هذا المقال في صورة اتسمت بالإنسانية العالمية ممزوجة بالوطنية البحرينية الأصيلة لاحظت وخلال جولة إعلامية قمت بها في مركز أرض المعارض بالمنامة مدى الحرص والتفاني سواء من المواطنين أو المقيمين المتطوعين لأخذ اللقاح المحتمل لفيروس كورونا كوفيد 19 سطر الكادر الطبي نبض هذا الوطن أروع أمثلة العطاء كما هم شعب البحرين من خلال تطوعهم للمشاركة في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية لاحظنا أيضا تطوع عدد من المسؤولين بالدولة وهم يتطوعون في تشجيع لباقي المواطنين والمقيمين كل ذلك يندرج تحت شعار التطوع من أجل الإنسانية نتحول إلى صحيفة أخبار الخليج ونطالع منها أن أمنة جائزة خليفة بن سلمان الخليفة للطبيب البحريني كشفت عن تقدم 83 طبيبا وطبيب بحرينيين للجائزة وذلك للتنفس على نيل الجائزة وذلك في الرابع من شهر نوفمبر القدم لفت الصحيفة أخبار الخليج أن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسام العبسي أكد أن الهيئة ملتزمة بعدم السماح للعمالة الهاربة بتصحيح أوضاعها في الظروف الاهتيادية سواء بالحصول على تصريح العمل المرن أو التحويل إلى صاحب عمل جديد وبالتالي سيكون الخيار أمامه هو الترحيل إلى بلده فقط مع المنع من الدخول إلى المملكة مجددا بيّن الصحيفة أخبار الخليج أن الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا دعا إلى الابتعاد عن أي تجمعات خلال الأسبوعين القادمين وذلك بعد رصد زيادة مضطردة في إصابات فيروس كورونا بيّن الصحيفة البلاد أن رئيس هيئة الطاقة المستدمة عبدالحسين ميرزا كشف أنه سيتم في الأسبوع المقبل تجشين أولى اتفاقيات الطاقة الشمسية من أسطح المباني الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص وذلك في عدد من المدارس الحكومية عام دراسي من غير قرطاسية عنوان مقال لصحيفة البلاد للكاتب عبدالي الغسرة فإلى المقال في كل عام ومع اقتراب العام الدراسي تستعد المكتبات والمحلات التجارية بعرض المستلزمات المدرسية من حقائب ودفاتر وأقلام وغيرها في هذا العام اختلف الوضع من ناحية الشراء حيث سيكون التدريس جزءا منه في المدارس لمن يرغب من الطلبة وولياء أمورهم والجزء الآخر في البيت تقدم المحلات التجارية والمكتبات في بداية هذا الموسم عروضا ترويجية للمستلزمات المدرسية فهو موسم تزداد فيه المبيعات عن غيره من الأوقات الأخرى لأن أزمة الكوفيد ستقلل من هذه المبيعات هناك أيضا انكماش في طلب رسم وتصوير الأنشطة المدرسية طيلة العام الدراسي والذي يمثل أحد الموارد المالية للمكتبات أن تعليم عن بعد سيقلل هذه الأنشطة خاصة لأولئك الطلبة الذين سيتلقون تعليمهم في البيت عبر الإنترنت هذا ونشر الصحيفة البلاد مقالا للكاتب زهير توفيقي حمل عنوان لو عرف السبب فإلى أبرز ما جاء فيه قال لو عرف السبب بطل العجب لا أدري كيف ومن أين أبدأ مقالي أبدأ بضرورة الحزم في التصدي لهذا الوباء سيء الصيد فمع كل احترامي للجميع سواء كانوا مواطنين أو وافدين فن جهل البعض أدى إلى زيادة في عدد الإصابات مؤخرا أنا الآن موجود في الخارج في أحدى الدول لكنني أجد أن الأمور هنا شبه طبيعية من حيث الحركة التجارية كالفنادق والمقاهي والمطاعم والمجمعات التجارية وغيرها لكن في الوقت نفسه وجدت التزاما شديدا من قبل الجميع في تطبيق الإجراءات الاحترازية تصوروا أن غرامة عدم لبس الكمام تعادل خمسين دينارا بحرينيا لأنه كلما كانت الغرامة زهيدة ازداد عدد المخالفين والعكس صحيح من وجهة نظري وفي هذه الظروف الاستثنائية علينا أن نفرض قوانين صارمة لنتغلب على هذا الوباء لأننا أمام تحدي كبير وهناك من لا يعي ذلك مع الأسف الشديد وإلى فن الكركاتير ترجمة نانسي قنقر وبفن الكركاتير مشاهدين نكونوا قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر